طوى ستيفن هوكينغ صاحب نظريات الثقوب السوداء والديناميكية الحرارية والسفر عبر الزمن والكثير من الدراسات عن نشأة الكون والتسلسل الزمني طوى آخر صفحة في مشواره العلمي والحياتي عن 76 عام طور هوكينغ نظرية الكون اللامحدود التي غيرت من التصور القديم للحظة الانفجار الكبير عن نشأة الكون اضافة الى عدم تعارضها مع ان الكون منتظم يقول هوكينغ ان في الكون مئة مليار مجرة وكلا منها يحوي على مئات الملايين من النجوم ومن غير المرجح ان الارض هي المكان الوحيد الذي تطورت الحياة فيها وهو ما جعل التفكير بالمخلوقات الفضائية او الكائنات الاخرى امرا منطقيا حسب اعتقاده توصل في العام 1974 الى حقيقة وحيدة بتفردها العلمي وهي ان الثقب الاسود سوف يملأ اجزاء واسعة من الكون بالاشعاع حين يتسرب منه وحتى ينفجر يملأ الاجرام خسفا وكسفا وضياءا وحريقا وقد احتفل العالم باكتشافه العظيم جدا هوكينز رأى وهو على كرسي الاعاقة ان ارضنا هذه سوف لا تعيش اكثر من مئة عام وحث على الانطلاق للعيش في كواكب اخرى في العام 2007 اجرى تجربة انعدام الجاذبية بنفسه وكانت هذه هي المرة الاولى التي يبتعد فيها عن كرسية منذ اربعة عقود لديه كتاب موجز تاريخ الزمن وهذا الكتاب يبسط المفاهيم المعقدة للفيزياء ودخل موسوعة جينيس للارقام القياسية من حيث كونه الاكثر انتشارا ترجم الى اكثر من اربعين لغة وتحول الى فيلم عام 1991 ولد هوكينغ في ابريل عام 1942 بمدينة اكسفورد الانجليزية المثير للدهشة ان هذا اليوم كان يصادف الذكرى 300 لوفاة العالم الفلكي جاليليو كان مهتما في صغره بكيفية عمل الاشياء واطلق عليه زملائه في المدرسة الابتدائية لقب اينشتاين وفي الثانوية فضل دراسة الفيزياء لانه كان متفوقا فيها في سن العشرين شعر بانه اصبح يتعثر كثيرا حيث انه كان يسقط ارضا دون سبب منطقي ومن هنا بدأت رحلته في تحدي المرض والابداع وفي سن الحادية والعشرين اصيب بمرض عصبي يدعى التصلب الجانبي جعل منه مقعدا مع مرور الزمن غير قادر على الحراك وذكر الاطباء انه مرض خطير جدا ولن يعيش اكثر من سنتين فاز هوكينغ بما لا يقل عن 12 درجة فخرية ووسام الفروسية برتبة قائد وفي العام 2009 حصل على وسام الحرية الرئاسي وهو اعلى جائزة تمنح لمدني في الولايات المتحدة مات ستيفن هوكينغ ومات اينشتاين للمرة الثانية وبموته افقر العالم من العبقرية العلمية لقد خرج نجم من الكون لقد فقدنا انسانا مذهلا ترجمة نانسي قنقر